موسيقى سيداتي سيداتي أسعد الله مساءكم بخير وعلم بكم ضمن هذه الجولة الإخبارية الجديدة من قناة العيون نبدوها بأبعض العلم موسيقى رئيس الحكومة يمثل صاحب الجلالة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس ويشارك في قمة باريس حول الرياضة والتنمية المستدعى موسيقى عبر ربوع الأقاليم الجنوبية تجينات وأنشطة رسمية مخلدة للذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجي موسيقى وفي النشرة نتابع قطاع الصيد البحري رافعة حقية للتنمية السوسيو اقتصادية بإقليم جوجدو موسيقى موسيقى كذلك نرصد من العيون للحفل الختامي المخيم الصيفي الذي نظمته مؤسسة محمدنا السادس للنهوض بالأعمال الججمعية للقييمين الديني شرك رئيس الحكومة سيد عزيزة خنوشة اليوم بباريس في قمة الرياضة والتنمية المستدامة التي تنعقد على هامش افتتاح الألعاب الأولمبية حيث يمثل صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس في هذا الحدث الرياضي العالمي وتجمع هذه القمة التي تنظم بموادرة رئاسة الجمهورية الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية بدعم من موكلة الفرنسية للتنمية رؤساء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية ورياضيين ومثلين عن الحركة الرياضية بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في تمويل التنمية إلى قليمين توصلت اليوم الأنشطة المخلدة للذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد وللجهة أشرف على تدشين وإعطاء الانتلاقة لأعديد المشاريع المائية بمجموعة من الجماعات الترابية التابعة للقليم حافظ الحضار جمال خصاصي ومحمد فاضل عبيدة من جماعة فاسك تتواصل الأنشطة المخلدة لذكرى عيد العرش المجيد بإقليم هنا تعطى الانتلاقة لأشغل بناء الطريق الإقليمية 1307 رابط بين تغانت وفاسك على طول 18 كم والتي تكلف اعتمادات مالية قدرها 30 مليون درهم كما تعطى الانتلاقة أيضا لأشغل بناء منشأة فنية على ودي صياد المشروع تصل تكلفته المالية لنحو 37 مليون درهم مشاريع تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الساكنة مستبشرين بهذا المشروع المهم والحيوي اللي كيربط هذه الجماعتين اللي عنده واحد تأثير إيجابي على الساكنة من ناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن حيات كذلك فك العزلة على دوابير تالعين تمتنظفت وكذلك يعني الربط الجماعة دي الفاسك بالطريق الوطنية رقم واحد طريق الإقليمي 1307 اللي كتربط بين جماعة فاسك وجماعة تغانت واللي بطبيعة الحال غادي تتمكن من يعني رفع لمستوى الخدمات المقدمة لمستعمل الطريق وتقليص مدة السفر بين الجماعتين وكذلك يعني غادي تتمكن الساكنة للأسة من الولوج إن شاء الله إلى الطريق السريع وبطبيعة الحال كان مشاريع أخرى التي تعطلت الإنتلاقات لها بين هذه المناسبة السعيدة وكي يتعلق الأمر بقنطرة على مستوى ود الصياد بغلاف ما يقدر بـ 38 مليون درهم وأيضا قنطرة على مستوى ترقم ود ترقم ميت على مستوى طريق الوطني رقم 21 رابطة بين غلميم وأصل الزك وإلى جماعة تغاجيج وفي إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروبة والساقية تعطى الانطلاق لأشغال تزويد المراكز والدواوير التابعة لجهة تقليم موادرون بالماء الشروبة أشطر تحويل الأبارة بدواوير تنزرت والتزرق وترقم ميت والشطر وضع القنوات بدواوير تيازرت وإدموسة وترقم ميت التابعة لجماعة تغاجيج المشروع يمولهم الجسجة التقليمي موادنونة بنفس الجماعة تعطى انطلاقة وشغال إعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق المتكررة الجمع أشرف بالمناسبة أيضا على إيطاء انطلاق لأشغال بناء عدد من المنشآت الفنية قبل توزيع معدات لتنقية النخيل ومكافحة الحرائق لفائدة تعاونيات محلية الوفد أعطى الانطلاق أيضا لأشغال بناء داخلية بالثانوية التأهيلية مولاي وكذا إصلاح وتهيئة سد سيد المحجوب بجماعة إفران الأطلس الصغيرة فيما يخص مجلس جهات قريمي موادنون تم تخصيص ميزانية مبلغات قريبا 52 مليون درهم ونبثقة من اتفاقية متعددة اتفاقية الأولى هي اتفاقية شركة مع وزارة الفلاحة التي تهم حماية الواحات ولفهم 27 مليون درهم وتم اختيار واحتين نموذجيتين واحة أسا وواحة تغجيشت واللي اليوم تم اعطاء الانطلاق للأشغال بهذه الواحة من أجل حماية الواحة من الكوارث الطبيعية ومن الحرائق وكذلك حماية الإيكولوجية بصفة عامة للواحة بساكنتها ومكوناتها لدينا ضوور المداشر الجماعة التي كانت تعاني من الشبكة الماء الصالح للصوب الحمد لله رغضين نتجاوزوا ذلك الإشكالية المسالح للصوب بالإضافة إلى المشكلة للحرائق التي كانت طالع عنا تردد خمسات الحرائق كل سنة الحمد لله مؤخراً بالحاملة التحسيسية والتنقص عدد التدخلات في طرح الحرائق والحمد لله اليوم برنامج المسالك الطرقية للواحات والبوش دانسون ديو وليك ليراج من أجل نسهلوا المأمور للتدخل الرجال والوقاية المدنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبجماعة عيت بوفون وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والجماعية تعطى الانتلاق لأشغل بناء الطريق الرابطة بين مركز الجماعة ودوار سيدي حسين أعلي بإقليم سيدي فني على طول 7.5 كم صاحب المشروع مجلس الجهة التقليمي موادنون الذي عبى اعتمادات مالية تزيد على 9 ملايين درهمة تم يعطى الانطلاق لمشروع تعبيد طريق الرابطة بين مركز الجماعة تبوفون إلى حدود جماعة سيدي حسين أعلي هذا الطريق الذي ستفكر عزلة على مجموعة من الطواوير وإن شاء الله ستعطى الانطلاق لمركز الجماعة أوراش ومشارع إذن تفاعل عديد البرامج الإنمائية التي ترى النور بمختلف الجماعة الترابية الحاضرية منها والقروية بإقليم قليمهما وبإقليم سيدي فني المزيد من المشاريع التنموية ترى النور بمختلف الجماعات التابعة لإقليم أوراش ومشاريع تدعم المنجزات المحققة بهذا الإقليم الفتي حفظ محضار وعبد الرحيم وفد رسمي يعطي الانطلاق هنا بجماعة الأخصاص لأشغال بناء وتجهيز مستشفى القرب الذي ينزل عقد برنامج بين الدولة وجهة تقريمي موادنونة بنية استشفائية تصل تكلفة المالية لنحو ستين مليون درهم بتمويل من مجلسة جهة تقريمي موادنونة المشروع ينتظر أن يساهم في دعم العرض الصحي وتوفير الخدمات الاستشفائية وتقريبها من ساكنة عديد المناطق القروية هذا المشروع الذي يندرج في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة 2021-2023 مشروع مهم وأساسي يندرج في إطار تعزيز الخريطة الصحية على مستوى المنطقة الجامعة وكذلك المستوى القريم سدي في المشروع وكبير مهم أساسي هذا المستشفى القرب يتسع إلى 45 سرير ومعايير دولية وبتجهيزات في المستوى العالي هذا من أجل تعزيز والمساهمة في تعزيز العرض الصحي بالإقليم وبالجهة وتقريب الخدمات من المواطنين كما أردها صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصاره الله في خطب ديالو وفي التنزيل السليم للورش الحماية الاجتماعي لعطى الانطلاقة ديالو سيدنا الله نصره المستشفى الجديد ديال مدينة الخصاص ديال الواحد السعى ديال 45 سرير إن شاء الله وهذا المشروع عادة جاء في إطار واحد الشارع كما بين جهة قلميم ودنون وما بين وزارة الصحة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في المنطقة إن شاء الله باش نوفروا الظروف الملائمة بمستشفى بمواصفات عالمية إن شاء الله في القريب العاجل وبجماعة ميرليفت يتفقد الوفد الرسمي مشروع تأهيل وتحسين الخصائص الهندسية للمنطقة الطرقي بين الطريق الجهوية 104 والطريق الإقليمية 1905 كما تعطى الانطلاق أيضا لأشغال تاهيئة المسلك الطرقي الرابط بين دوار بعد ميحية وسوق ثلاثة أغندو على طول 9 كم وبجماعة يغزة تعطى الانطلاق لأشغال تأهيئة المسلك الطرقي الذي يصل الطريق رقم 1907 ودوار إفرد سعيا لفك العزة القروية كما يجري بنفس الجماعة تدشين مستوصف قروي لتعزيز العرض الصحي بهذه المجالات القروية تلقت أشغال تأهيل الخصائص الهندسية للمنطقة الطرقي على مستوى تقاطع الطريق الجهوية الصمكة والطريق الإقليمية 1905 هذا المشروع الذي سيناهز تكلفة إجمالية تقدر بـ 3.4 مليون درهم حيث سيساهم في تأهيل السلامة الطرقي على مستوى هذا التقاطع وكذا حدف النقط السوداء هذا المشروع يحسن المستوى السيركولاسيون على المنطقة التي كانت خطيرة دوما وإن شاء الله هذا المشروع يمكن من التجاوز الأخطار التي كانت كيسب فيه هذا الملطقة الطرق مشروع مهم وكذلك يعطي انطلاقة مشروع آخر من المشاريع المهمة والتي تتعلق بتحسين الولوج وكذلك بالمجموعة من الضواور على مستوى جامعة ميللوفت وكذلك تتعلق الأمر بالطريق الرابط بين جامعة ميللوفت وجامعة تيغزا هذا الطريق تتمثل في مسلك طرقي على طول 9 كيلومترات تربط بين جامعاتين جامعة ميللوفت وتيغزا والأهداف فهي فك العزلة عن واحد العدد تقريبا ما يفوق 14 الدوار تفوق 10 مليون ديال الدرهم هذه البناية وهذه المعلمة إن شاء الله ستكون إضافة نوعية في القطاع الصحي وهي طمرة شركة بين أربع شركة يتعلق الأمر بالوكال الوطني التنمية الوحيد والشجر الأرغان والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجمعية دوتوريل للتنمية والتعاون وجمعة تيغزا منجزات الإنماء أيضا بهذا الإقليم الذي يسير بتبات في ذنب التنمية التي تستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة إلى طرفية وفي طريق الانشطة المخلدة لذكرى الخامسة والشين إلى إيد العرش المجيد أعطى عامل الإقليم تلقى الأشغال لبناء السوق الماشية بحضور عدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني المزيد من التفاصيل مع محمد لمي القرح وعبدالله المحمود بتكلفة إجمالية تناهز الخمسة ملايين درهم وعلى مساحة تبلغ ألف متر مربع يأتي تشييد هذا السوق للماشية والذي من شأنه أن يشكل فضاء عصرية لتثمين الثروة الحيوانية من الأنعام خاصة الإبل والماعز بالإضافة إلى كونه سيعمل على تحسين مسالك التسويق بالإقليم سوق الماشية سيتوفر على عدة مرافق ومنشآت كفضاء بيع المواشي وغرفة عزل وحجر لهاته الأخيرة وموقف للسيارات بالإضافة إلى عدد من المرافق الإدارية وهو ما من شأنه أن يخلق مناصب شغل مباشرة وأخرى غير مباشرة اليوم تم إعطاء انطلاقة أشغال إنشاء سوق عصرية المواشية على مستوى مدينة طرفاية المشروع الذي سيتم إنجازه على المساحة 10.000 متر مربع باحدة كلفة إجمالية 4.850.000 درم هذا المشروع الذي فيه مجموعة من الفضاءات سواء من الإدارة والحراسة والمرأب بالإضافة إلى فضاءات تسويق وبيع المواشي والذي من المتخم أنه إن شاء الله أولا تنظيم قطاع اللحم الحمراء للإبيل والمعيز على مستوى إقليم طرفاية بالإضافة إلى توفير فرص الشغل أثناء إنجاز وكذلك استغلال المشروع اليوم الحمد لله بمناسبة عيد العرش المجيد تم تدشين بناء سوق عصري للماشية هذا السوق الذي يدخل في طار دعم البرنامج البرنامج للمزارة الفلاحة برنامج الأجيال الجديدة وهو سوق الذي هو مهم جدا في التوقيت هذا لدعم الكسابة ودعم أيضا قطاع تتمين اللحم الحمراء والذي محتاجته المدينة والإقليم بصفة عامة ونحن نتمنى على أنه يكون إضافة نوعية من أجل الرفع بالقطاع الذي هو قطاع الفلاحي وخصوصا الشيق الذي يتعلق بتتمين والتسويق اللحم الحمراء القائمون على المشروع يسعون إلى أن يشكل منصة لتحسين دخل الطبقة المتوسطة من الكسابة بالإقليم كما سيشكل سوق الماشية إضافة نوعية للبنيات التحتية بالإقليم والذي يعرف تطورا متزايدا تماشيا مع الطفرة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية نبقى بالطرفية تم اليوم تمكن عدد من السجناء السابقين من مشاريع مدررة للدخل المبادرة تأتي في طريق اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمدنا السادس لعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية لتنمية البشرية بإقليم الطرفية عملية توزيع المعدات والآليات أشرف عليها عامل الإقليم رفقة وفد الرسمي وشخصيات مدنية وعسكرية المزيد من التفاصيل رفقتها محمد لمي القارح وعبد الله المهو سعيا لمحاربة الهشاشة والفقر ومحاربة حالات العود والعمل على إدماج السجين في النسجين الاجتماعي والاقتصادي تأتيهاته المبادرة والتي همت توزيع عدد من المعدات والآليات على بجموعة من السجناء السابقين بإقليم طرفية المشاريع الممولة توزعت على قطاعات ومجالات مختلفة ومتنوعة وذلك لخلق فرص شغل لفائدة السجناء السابقين وإعادة إدماجهم في الحياة الاقتصادية بالإقليم اليوم بمقر العمل وبشرف سي العمل تم توزيع مجموعة المشاريع المدرية للتخليفة إدت 13 نزيل وقد شملت هذه المشاريع مجموعة من المجالات منها ما هو حيرفي والفلاحي وخدماتي وقد بلغت تكلفة إجمالية لهذه المشاريع ما يقارب 500 ألف درهم وترموا هذه العملية إلى إعادة إدماج هذه الشريحة في النسجل الاجتماعي والاقتصادي في إطار إعادة إدماج السجناء تم عقد شاركة ما بين لجنة الإقليمية تنمي بشرية بإقليم طرفية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في هذا الإطار تم تمويل ما يقرب من 13 مشروع في هذه المرحلة مرحلة ما قبل هذه كذلك 13 مشروع بقيمة مالية تجاوزت 800 ألف درهم أما بسبب الرصيد المرصود لهذه الاتفاقيات يقدر بمليون 500 ألف درهم والغاية من هذه الاتفاقية هو إعادة إدماج السجناء في إطار برنامج الهشاشة والتهميش مبادرة إعادة إدماج السجناء السابقين استفاد منها حوالي 13 شخصا ينضافون إلى 12 مستفيدا من الفوج الأول الذين همتهم المبادرة بسمارة وفي غمرتي الاحتفالات المخالدة لحلو الذكرى الخامسة والعشرين لتربيجالات الملك محمد السادس عرش أسلافي الميامين أعطى عمل الإقليم صباح اليوم مرفوقا بالمتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية انطلقت أشغال مشروع توسعة الكلية المتعددة التخصصات بسمارة روبرتاج في صواتي ومبارك الماس الكلية المتعددة التخصصات وحزمة موالية من مشاريع التوسعة والتأهيل في أفق تعزيز العرض الجامعي والبحث العلمي والابتكار وتجويد ظروف اشتغال أطقم التدريس كما الطلبة والباحثين عامل الإقليم والوفد الرسمي المرافق أعطى صباح اليوم انطلاقة أشغال الشطر الثاني من مشروع مهيكل باستثمار مالي إجمالي بلغ 12 مليون درهم مشروع التوسعة يشتغل على مساحة إجمالية نهزة 1400 متر مربع وسيحدث من داخل الكلية المتعددة تخصصات مختبرات علمية وقاعات دراسية ومرافق إدارية وخدماتية أخرى جامعة بنظور حريصة على توسيع هذا المجال حتى يتسنى لنا بطبيعة الحال إدخال تكوينات جديدة وحتى لا تعرف المؤسسة اكتظاداً فهذا المشروع جاء في وقته والحمد لله فيتضمن هذا المشروع جناح خاص بالأستثدة يحتوي على مساحة إجمالية تقدر بـ 760 متر مربع ويضم تقريباً خمسة مكاتب مخصصة لرؤساء الشعب زائد قاعة ما يسمى بالسكرتاريا للشعب وكذلك قاعة الاجتماعات خاصة بالأستثدة وثلاث مختبرات في الرياضيات الفيزية والكمية وهي تكون ان شاء الله بحول الله ستكون في المؤسسة قريباً 18 شهراً مدة الإنجاز المحددة لأشغال الشطر المعلن عنه هذا الصباح مدة تكتسب بعدها الكلية المتعددة التخصصات باسمارة رونقاً وحلة معمارية جديدة تنظاف لتعزز فضاءاتها المعرفية والعلمية شهد قطاع الصيد البحري ببوشدور خلال السنوات الأخيرة دينامية في الاستثمار العمومي والخاص كما عرف إحداث قطاب متعددة للتنمية محدثاً مناصب شغل قارة وموسمية لأبناء المنطقة ربطاج في الموضوع لبريقين العروسي ومحمد شارف تنمية في مجالات مختلفة يشهدها إقليم التحدي مدينة شهدت وتشهد على مدى عقود تنمية متواصلة ومسيرة في التحديث والتطوير في البناء والمؤسسات قطاع الصيد البحري من بين القطاعات الواعدة التي شهدت تنمية متزايدة في السنوات الأخيرة منجزات واستثمارات كبرى حظي بها القطاع من خلال إحداث الميناء الجديد المقام على ثماني هكتارات والذي يعد من أهم الموانئ المتواجدة بجنوب المملكة مشروع يعمل على خلق أنشطة متعلقة بالصيد البحري والرفع من كمية الأسماك المفرغة ولضمان معايير الجودة والتنافسية للمنتوج البحري على الصعيدين الوطني والدولي وكب المنشأ المينائي السوق للسمك من الجيل الجديد بأحدث التجهيزات والآليات منشأة ساهمت وستساهم في الرفع من رواج الصيد البحري بالمنطقة فيما يتعلق بالبناء التحتية التي يتوفرها لقيم بجدور هناك ميناء ينشط به حالياً 28 مركباً للصيد الأسماك السطحية وما يقارب 50 مركباً للصيد بالخير إضافة إلى أكثر من 730 قارباً للصيد التقليدي كما يتوفر على ثلاث قرى الصيد ينشط بها أكثر من 1200 قارب وقد حققت هذه الأساطيل سنة 2023 أكثر من 82 ألف طون من المنتجات البحرية برقم معاملة تجاوز المليار ومئة مليون ديال برهم متجاوزاً سنة يعني السنة اللي قبل منها سنة 2022 بتسعب المائة من عحية المفرغات وتعود وعشرين بالمائة من رقم المعاملات يشغل هذا القطاع يعني أكثر من 8500 يد عاملة بشكل مباشر وأكثر من 4000 يد عاملة بشكل غير مباشر يتوفر أيضاً إقليم بوجدور على منطقتين صناعيتين اللي هي المنطقة الصناعية الفتح والمنطقة الصناعية ميتزيل يعمل حالياً بها أكثر من عشر وحدات صناعية يعمل بها حالياً عشر وحدات صناعية منها وحدتين لتصبير السمك وتماني وحدات لتجميد السمك وبمحاذاة الميناء تم إحداث المنطقة الصناعية على مساحة تناهز على عشر هكتارات مجهودات بذلت من أجل تثمين هذه الثروات السمكية وتطوير القطاع من خلال إحداث المنطقة الصناعية فضاء جديد بمواصفات دولية مكن المستثمرين من تطوير استثماراتهم والمساهمة في خلق مزيد من فرص الشغل لفائدة الساكنة المحلية بنيات اقتصادية لتعليب وتجميد المنتوج السمكي الذي تسخر به المنطقة تم تجهيزها بأحدث التقنيات وتشتغل وفق نظام حديث ومتطور يستجيب لشروط الجودة التي تضعها الأسواق المستقبلة لهذا المنتوج شركة كوفريقوب بوجور لتجميد وتثمين المنتوج البحري تساهم في توفير فرص الشغل بمنطقة بوجور إضافة إلى توفير ما يقارب 150 شخص ما فوق بالرغم الإقراهات التي يعرفها قطاع السيد البحري ببوج دور نحن كوحدة صناعية التي تقدر تشغل ما بين تقريبا ما يفوق على 200 ديال يد العاملة وهذا الشيء رأتي ساهم بزاف بالنسبة للمدينة في التنمية والاقصصات ديالها وفرص شغل للناس ديالها وباعتبار التكوين أدات محورية أساسية في إطار استراتيجية تنمية قطاع السيد البحري والرفع من نسبة التشغيل بالقطاع عملت السلطات المحلية بمعاية عدد من الشركاء التنمويين على إحداث برامج التكوين وإدماج الشباب لتقوية قدرات ومهارات أبناء لقليم الباحثين عن الشغل في مختلف المهن المرتبطة بقطاع السيد البحري وفي هذا الإطار يأتي مركز تهيل المهني كما نرى للتكوين وتهيل البحر المهنيين من خلال توفير كفاءة ضرورية لقيادة استغلال وصيانة السفن السيد البحري يتوفر المركز على شعبتين رئيسيتين هما الشعبتين السيد وشعبتين الميكانيك حيث يتم من خلالها تزويد البحر بالمعارف والمهارات اللازمة لعمل بكفاءة أو فعالية في هذا القطاع الحيوي نخارطنا في مجال الشغل في قطاع السيد التقليدي والتي حقيقة أعطيتنا أفاق مستقبلية أكثر مع ذلك توازياً مع تنزيل برامش ملكية ومع تنزيل أوراش ملكية من ضمنها برنامج تنمو الأقاليم الجنوبية والتي استدفق قرى السيد بأقليم بوجدور وتكوننا دلنا أيام تطبيقية وأيام نظرية وخرجنا من هنا تسلمنا ذي كليبارك اللي كنا في إطار الاتفاقية تسلمناهم جاهزين وكان عندنا الاختيار بين قرى السيادين ومن أبو جدور فاخترنا قرية السيدة في تيسات ولكن كان لباص من هنا من المؤسسة اللي تكوننا فيها وعرفنا يعني مجال البحر في إطار النظري ومرقنا نطلعنا البحر في إطار تطبيقي والحمد لله تسلمنا المعدد ودخلنا الميدان ونحاولو نعطوه أكثر باش نكونوا قدوة للناس اللي جاي من ورانا والجيل اللي جاي من ورانا خاصنا نكونوا قدوة تكوننا فيه الحمد لله وكاننا ديك الساعة تخاص لا بغيت تمشي خاصلك تمشي للعيون ولا تمشي باش نتكون وده بتكوننا فيه ومشي دينا الشهادة وده بمزيئة من يولينا شاد دينا هنا دخلنا ندخلوا به البحر المهم يحلين بزيب دينا المشاكل للمعاد القطاع الصيد البحري كي يعتبر هو الدعم الأساسي بالنسبة للإقليم بو جدور والحمد لله الإقليم كي توفر على واحد طروات سمكية هائلة ومتنوعة وهذا الأسطور كي تكون تقريبا من حوالي 2000 قارب للصيد التقليدي قطاع الصيد البحري بو جدور يعتبر رافعة مهمة للنشاط الاقتصادي بالمطقة ومجالا واعدا للتنوية الشاملة فخلال السنوات الأخيرة شهد القطاع دينامية غير مسبوقة في الاستثمار العمومي والخاص الأمر الذي سهم في العملية التنموية باعتبار فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي يوفر تتجاوز 12 ألف فرصة عمل ورقم معاملات جعل من الميناء يحتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث كمية الأسماك المصطادة بالعيون عقدت اللجنة الجاوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف اجتماعها الدورية الذي خصص لموضوع الهدر المدرسي وزواج القاصر أي علاقة الاجتماع بسط النقاش حول أسباب وعليات حماية القاصرات من الهدر المدرسي وضمنات القانون لحمايتهن من التزويج وهضم الحق في التعليم تفاصيل أوفة رفقة سارك بجدور والمحجوب كازيس الهدر المدرسي والزواج القاصر أي علاقة محور أطر أشغال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتكافل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والمقرر ضمن اتفاقية شركة بين النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالعيون الأكاديمي الجهوي للتربط والتكوين في طار التزامة إعلان مركش عام 2020 للقضاء على العنف ضد النساء نقش أعضاء اللجنة الجهوية الهدر المدرسي وعلاقته بزواج القاصر حيث طرح النقاط على أن هناك علاقة جدلية بينهما يصعب في تحديد مسبباته وأسبابه بل هو ظاهرة اجتماعية تتسم بالنسب ولكن تم التفاق على أو إقرار بأن الهدر المدرسي هو رافض من روافد تزويز القاصر يجب علينا محاربته لأن المكان الأصلح للطفلة هو حجرة الدراسة وليس بيت الزوجية محاور والمداخلات استفادت في جوانب الإطار القانوني وحماية الحق في التمدرس والمجهودات المبذولة من قبل النيابة العامة للحد من زواج القاصرات والتي تدخلت خلال العام الماضي في 92 حالة قطاع عن الدراسة توجت بإرجاع الفتاة أعمارهن بين السادسة والسادسة عشر ربيعا إلى فصول الدراسة فضلا عن عرض حول الهدر المدرسي بجهة العيون الساقي الحمراء والعوامل المباشرة وتدخل الأكاديمية الجهوية للحد والتصدي لهذه الظاهرة والأثار التنموية لتزويج الفتاة ومؤشرة تمدرسهن وبلغهن مستويات المتقدمة في التحصيل الدراسي تدخل الأكاديمية كان في إطار عرض مجموعة من التدابير والإجراءات التي تأتي طبعا في إطار تنزيل خارطة الطريق وتنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51-17 لقطاع التربية والتكوين مجموعة من الإجراءات التي كانت تهم الحد من الهدر المدرسي بطريقة استباقية ووقائية بجهات العيون الساقية الحمراء الحمد لله هذه الظاهرة هي ذات تأثير نسبي بالنسبة نحن كجهة العيون الساقية الحمراء ولكن اليوم كانت فرصة لتدارس الإمكانات وتوصيات المشتركة التي يمكن أن تساهم أكثر في الحد من هذه الظاهرة موضوع تزويج القصيرات أو تزويج التفلات كان يتضمن مجموعة من الإحسائيات أو لبنينا على مجموعة من الإحسائيات الوطنية الرسمية التي اخذناها من مواقع رسمية للحكومة وكذلك المدير الأكاديمية الجهوية في جهة مراكوش السفي واخذنا المثال جهة مراكوش السفي حيث تم دار أول تجربة نموذجية لتطبيق إعلان مراكوش مخرجات الاجتماع الدوري بسطت النقاش والتفاعل بين الحاضرين ومن مختلف مشارب المؤسسات والمجتمع المدنية ركزت على الدور الرئيس لكل المتدخرين للتصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية وطرح حلول وآلية كفيلة بالإسهام في التضامن الاجتماعي والوطني لحد من الهدر المدرسي وصون حقوق الطفل وزهرة عمرها مقافي المجال الحقي بالعيون أيضا وفي طريق مساهمة المجلس الوطني لحقو الهيسان في البرنامج الوطني متطوع الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة التواصل نظمت لجنة جاوية الحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء لقاء تفاعليا مع الشباب حول موضوع تعزيز حقوق الإنسان من خلال التطوع تفاصيل مع محمد تاروزي ومجمع الزهر تعزيز حقوق الإنسان من خلال التطوع شعار التأمت تحته فعاليات شبابية وحقوقية بالعيون محاور عدة وفقارات متتالية جمعت بين تفاصيلها القضايا الحقوقية ذات البعد المجتمعي المتعلقة بالعمل المواطن والعمل التطوعي وسبل تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب لفرصة لمشاركة الشباب وهي جزء من المشاركة المواطنة واللي حق من حقوق الإنسان يعني حق في المشاركة هو حق من حقوق الإنسان واللي فرصة أيضا النقاش العموم لثارت مجموعة من المواضيع وإثراء النقاش العموم حول قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك العمل المواطن والعمل التطوعي الذي يقوم به المواطنات والمواطنين في هذا الوطن واللي من خلاله يمكن أن تتفاعل مجموعة من الآراء ولكن أيضا مجموعة من الإرادات التي يمكن أن تفرز لنا نوع من أجيال جديدة مواطنة ومشاركة ومبادرة وهذا هو المهم دائما في إطار فعالية النسخة الثانية لبرنامج الوطني التطوع اليوم نعطيه في إطار محور المشاركة تطوع المشاركة الجمعوية محور يتعلق بتعزيز التطوع من خلال حقوق الإنسان مشاركة لمتدخلين من وزارة المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان وكذلك من المجلس الجهوي لحقوق الإنسان خلال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لدى الشباب برنامج متكامل في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيز ثقافة التطوع بين الشباب أهداف من بين أخرى تسعى الجهات المنظمة إلى تحقيقها عبر لقاءات وندوات يأتي تنظيمها تحت مظلة البرنامج الوطني متطوع في نسخته الثانية إلى سمارة أشرف عامل وقليم صباح اليوم مرفوقا بالكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وأسياسة المدينة وعدد من المسؤولين وشخصية المدنية والعسكرية أشرف على حفل التمييز بمناسبة تخرج الفوج الأول من معهد التكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية برسم الموسم الدراسي 2022-2023 في المتابعة يوسف زعواطي ومبارك الباز هذه أول دفعة من خريجي معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية بسمارة حفل تخرج أول فوج لهذه المنارة التكوينية الأولى بالجهات الجنوبية الثلاث والرابعة على المستوى الوطني بعد كل من تطوان مكناس ووجدة استدعى بالمناسبة وقوفا مليا عند حجم الشراكة والتعاون بين السلطات السمارة ومجالسها المنتخبة ومصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسياسة المدينة شراكة تتفيأ ظلالها اليوم منظومة التكوين في مجال الهندسة والتعمير كيف ما كانت عرفه سيدنا الله ينصره كي يعطي واحد الهتمام بالغ لتكوين المهني ولتكوين أبناء وبنات المغاربة في هذه الميدان وكان أول قرار تاخدته السيدة فاطمة الزهران المنصوري ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير الإسكان وسياسة المدينة هو إحداث هذا المعهد هذا التكوين منذ سنتين بهذا الإقليم واللي عرف واحد النجاح كبير لأنه انخارطت فيه جعل منظومة المحلية على رأسهم السيد العام والسادة المنتخبين ليوفروننا واحد المقر اللي ممكننا نكون فيه والوزارة تكلفت بالباقي من حيث تعبئة الأساتيدة والوسائل اللي كتمكن هذه البنيتات وهذه الوليدات اللي تكونوا واحد تكوين مهم جدا بتأطير احتم المدرسة الوطنية عند سنة معمارية وبحمد الله تم اليوم بعد جهد تبدأ لسنتين من التكوين الاحتفال بباكورة هذا المعهد المتمثل في تخرج 29 تقنية وتقنية متخصصة ومتخصص في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير وهذه إضافة متميزة لهذه المدينة العالمة التي عرفت بهذه الصفة منذ القديم وتأكيد لهذا التوجه التلموي للسمارة كعاصمة علمية ومنار للتكوين ليس فقط لشبابها ولكن أصبحت اليوم بفضل هذا المعهد وما سيليه من معاهد قبلة لشبابنا من ربوع المملكة الشريفة 29 طالبا مجموع الفوج الأول من خرجي معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية بسمارة شباب مؤهل بتكوين مختص ترقبهم اليوم أدوار ومهام طلائعية في أفق تدبير المستدام لمستقبل المجالات الحضرية والتنمية العمرانية فاليوم نحتفل بجني تمار تعبنا وجهدنا وأن نفسي وزملائي وزميلاتي بهذه اللحظة التي لطالما انتظرناها طويلا ونهاية كلمتي أتمنى لجميع الأصدقاء والزملاء التوفيق والنجاح في الحياة المستقبلية وأرجو من الله أن يحفظنا ويبارك في أعمارنا ونعمل من أجل تطوير أنفسنا وأن يجعل معهدنا فخورا واعتزازا وإضافة كبيرة لمدينة السمارة كان لي اليوم شرف أني تخرج من معهد التكوين تقنيين متخصصين في الهندسة المعمارية والتعمير وهذا شرف كبير وأنا سعيد اليوم مع زملاء الطلاب سعيد أني كنت من الفوج الأول التي تخرج مدينة السمارة الحمد لله تم الحفل في أجواء عائلية وأخوية نشكر جميع الأطر التي صهرت على نجاح هذا المعهد ونتمنون إن شاء الله التوفيق والسداد لإخوان الطالبة لا في مصاره المهني ولا في العمل نجد فريحين وفخورين بهذا النجاح هذا وأننا قدمنا المشاريع لنا وإعجاب الأساسيدي والمسؤولين بالمدينة وأكيد نقدم هذا الشكر للأساسيدي والعائلة التي وقفت معايا فهذا ما إلا بفضل دعمهم وبفضل أول دفعة لمعهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية تغادر فصول الدراسة والتكوين محدثة دفعة نوعية في مجال ملاءمة التكوينات لحاجات سوق الشغل تحفيز آخر من جماعة باينو بقليم إذ نظمت حفلة للتميز الدراسي توجه الموسم الدراسي المنتهي بهذه الجماعة الترابية الحفل كرم إنجازات التلميذات والتلاميذ الذين حققوا أعلى المعادلات الدراسية بمختلف الأسلاك التعليمية بكامل المؤسسات التعليمية التابعة للجماعة جوائز المستحقة تسلمها التلاميذ المتفوقون دراسيا تحفيزا وتشجيعا لهم لمواصلة تحصيلهم الدراسي بالعين تم تنظيم الأمسية الختامية للمخيمة الصيفية الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للنهض بالأعمال الجماعية للقييمين الدينيين بمدرسة الإمام الشاطبي للتعليم العتيق لفائدة أبناء القيمين الدينيين من جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الداخل وادي أذاب تفاصيل الأمسية الختامية في روبرتاج محمد تاروزي ومحمد مولود ملاخ الأمسية الختامية للمخيم الصيفي 2024 انطلقت بالعيون وانطلقت معها فقارات ثقافية شارك في إخراجها العدد من الأطفال والشباب كما تم يلقاء كلمات أكدت على الأدوار المجتمعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة القيمين الدينيين وأبنائهم من خلال برامج مختلفة على مدار السنة ومن بينها المخيمات الصيفية يأتي نظيم هذا الحفل في هذا اليوم المبارك كتستويج لمخيم صيفي نظمته مؤسسة محمد السادس النهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء استفاد منه حوالي 130 من أبناء القيمين الدينيين من جهات الضر البضاء الكبرى وكذلك من جهات الدخلة والدهب المخيم كان مخيم متمييز في هذا الفضاء المتبييز بهذه المدينة الجميلة المعطاءة مدينة العيون مخيم مؤسسة محمد السادس نظمته هذه السنة بمدينة العيون وأيضا بمجموعة من المراكز على المستوى المملكة المغربية فرحة المشاركة في المخيمات الصيفية اختزلتها كلمات فتيات شاركنا في نسخة هذه السنة من كذا كان أحسن مخيم بالنسبة لي الأنشطة جميلة كان لدينا مصارة ليلية شكل مصرحيات هواية المصرح أمسية ختامية يأتي تنظيمها في ختام عمل متواصل لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقييمين الدينيين لفائدة أبنائهم بجهتي الضار البيضاء الكبرى والداخل وادي الذهب وضمن العمل الاجتماعي أيضا الذي تسرف عليه المؤسسة ضمن اختصصتها المختلفة أزل سطر على النسخة الأولى من الجامعة الصيفية لقادة البيئة والمناخ الشباب بالداخلة والتي عالجت عدة مواضيع تتعلق بالتنبيه المستدامة والبيئة حفل الختام كان مناسب لتكريم مجموعة من الشباب المشارك ضمن هذه النسخة من الشباب البيئي بكار الضيمي ومحمد الدس هو حفل اختتام الجامعة الصيفية لقادة البيئة والمناخ التي عرفت مشاركة مكثفة لعدد من الشباب المهتم بالمجال البيئي على مدار أربعة أيام من العمل والورشات الهادفة إلى الرقي بالوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة حاولنا نستهدفو الشباب الجهة العمر ترح من 16 و35 سنة حاولنا أنه يكون البرنامج متنوع يغطي المجالات النظرية والمجالات الطبيقية كانوا لدينا زيارة ميدانية لتعرف على الجهة والمعاناة التي لدينا على المستودي للبيئة وكذلك حاولنا يكون ورشات لهم وكانوا لدينا مكونين لجونا من مدينة القنية التي أشكرهم اليوم في دار تقافة لتوجه الأنشطة التي كانت على المدة الخمس أيام لتوجه الأولى ستوجه بشواهيد لكي يكون قدر تغيير إيجابي في المستودي الجهة ترصيخ قيم وروح المواطنة بالاعتماد على المقاربة البيئية لرفع التحديات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كانت من ضمن أهداف هذه الجامعة الصيفية خلال هذا الحفل تم تكريم بعض المشاركين من الشباب والفاعلين المساهمين في إنجاح هذه التظاهرة التلبية اليوم نحن في اليوم الختامي الخمس أيام اللي داز التحاف عامرة بالمعلومات ما شاء الله اللي اكتسبنا معلومات جيد مفيدة وصراحة وتوجنا بشواهد اللي حملتنا مسؤولية أننا نشاركوا المعلومات اللي استفدنا منها مع الأصديقاء دينا مع المحيط دينا اللي تقدر تعاون من دينا دينا ونزيدوا بها القدام اللي خلتنا أننا نرفعوا الوعي دينا من خلال ورشات وخارجات ميدانية اللي درناهم لأسس أننا نرفعوا الوعي دينا في المجال البيئي ونحافظوا على المؤهلات اللي عند دين الداخلة وعرفنا بزاف قلت تحديات اللي كتواجهها من دين الداخلة لا من من مناغ لا من المجالات السياحية ومجالات مختلفة على مدى أيام هذه التظاهر البيئية الأولى التي تسهدف وشباب في محاولة لخلق قادة في البيئة والمناخ قادرين على حماية والدفاع عن المجال البيئي كانت هناك العديد من الأنشطة الموازية التي خلقت نقاشا ساهمة في طرح العديد من القضايا ذات الاهتمام العام تصب في ضرورة زيادة الوعي البيئي لدى الشباب والناشئة في أعلان صادر عن المجلس الجماعي لفهم الواد توصلت به القناة يفيد أنه تخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لعد العرش المجيد وفي إطار تنشيط موسم الاستياف يعلن رئيس الجماعة الترابية لفهم الواد لجميع ساكنة إقليم العيون والمصطافين القادمين للشاطئ أنه سينظم بشراكة مع ورفة الصناعة التقليدية لجهة العيون الساقية الحمراء ووزارة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامن معرضا للحرف في المحلية ومنتجات الاقتصاد الاجتماعي تحت شعار الصناعة التقليدية رافعة للتنمية القروية بالشاطئ وذلك من يوم تهابع السادس والعشرين يوليوز الجاري لغاية فاتح غشت المقبل كما ستنظم بالتزامن معه صهرات فنية وأنشطة موازية والآن إلى جديد الصحف الصدر يوم غد في قراءة العياد السرطي نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصدر يوم غد الجمعة من يومية لحظات المغربية وكتبت أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريط أمس الأربعاء بالرباط أكد أن العلاقة المغربية الإفوارية تعتبر من العلاقات المرجعية في التعاون بين الدول الإفريقية وذلك بالنظر إلى عمقها التاريخي وبعدها الإنساني المهم وأبرز بوريط في لقاء صحفي عقب بحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإفواريين بالخارج كاكو هوجاليو أدوم أكد أن العلاقات بين المغرب والكوديفوار والتي شهدت تطورا كبيرا بقيادة صاحب الجللة الملك محمد السادس وأخيه فخمة الرئيس الحسن وترى متكاملة من حيث الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية وكذا الأمنية والتنسيق الدبلوماسي معتبرا أن البلدين الشقيقين هما شركان بل حليفان وبعدما شدد على الأهمية التي يوليها جلالة الملك للعلاقة مع كوديفوار حيث قام جلالته بست زيارات إلى هذا البلد أبرز بوريطة أن اللقاء كان مناسبة لتهنئة الكوديفوار على ما شهدته من دعائم الاستقرار والتنمية بقيادة الرئيس وترى لافتا إلى أن كوديفوار تشكل نموذجا للاستقرار بفضل رؤية تنموية واضحة كما أن البرنامج الوطني للتنمية 2021 2025 يبين طموح الرئيس الإفواري لتعزيز مكانة بلاده على مستوى القارة كقطب للاستقرار والتنمية في غرب إفريقيا صحيفة الصحراء المغربية كتبت في عددها اليوم غد الجمعة اتفق سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني ومديرة الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية سامانتا باور خلال اجتماع بواشنطن تناول مستقبل التعاون الفعال بين المغرب والوكالة الأمريكية على بلورة خارطة طريق جديدة تروم تسريع الشراكة الهيكلية التي تربط ضفاتي المحيط الأطلسي تعكس مصالح ورؤى وأولوية تتقسمها الجانبان وتم خلال لقاء العمل المنعقد أول أمس الثلاثة التأكيد على أن الجهود المبذولة في هذا الصدد تهدف إلى تطوير دعم التوجهات الاستراتيجية للمملكة باعتبارها حلقة وصل وفضاء للازدهار بإفريقيا وخارجها وذكر السفير بالطابع المتميز العلاقات التي تربط الوكال الأمريكي للتنمية الدولية بالمغرب منذ أزيد من 67 سنة مبرزا الدور الهام لبرامج هذه الوكال الأمريكية في نقل المهارات والخبرات لا سيما في مجالة التعليم والتنمية المدمجة وتمكين النساء صحيفة التروسونس والسونتا الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية أعطيت الانطلاق الرسمي لأشغال إنجاز ثلاثة سدود بإقليم أسزاك بجهة قليم موادنون يوم أمس الأربعاء تزامنا مع احتفالات عيد العرش المجيد وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2020 2027 وأشرف على تدشين هذه المنشآت المائية كل من والجهة قليم موادنون ورئيسة مجلس الجهة فضلا عن منتخبين وشخصيات مدنية وتبلغ كلفة تشهيد هذه المشاريع حوالي 391 مليون درهم تساهم فيها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء وجهة قليم موادنون بالإضافة إلى المديري العام للجماعة الترابية وتهدف هذه السدود التلية إلى تعبئة حقين إجمالية تزيد عن 11 مليون متر مكعب من مياه الأمطار صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها اليوم غذين الجمعة على بعد حوالي 30 كم شمال الداخل تمتد الكثبان البيضاء والتي تعد وجهة إيكولوجية جاذبة لعشاق الطبيعة والباحثين عن الاسترخ وتغيير الأجواء هذه الكثبان البيضاء تعد جوهرة حقيقية تستهوي هوات رياضات التزحلق بفضل رمالها البيضاء ومياهها البلورية والذين يتوافدون على هذا الموقع الساحر لممارسة رياضة ركوب الأمواج الشراعية في جو مريح وأداء عروضهم وتظل مدينة الداخلة لعدد كبير من السياح مغاربة وأجانب من هوات الطبيعة الوجهة المفضلة للسياحة الإيكولوجية بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبيئية تحفز أكثر على الاستكشاف توفر الكثبان البيضاء فضاء رائعا وخلابا للزوار والسياح مغاربة وأجانب الذين يقصدونه عبر رحلات تنظم في إطار أنشطة للجمعيات قصد الاستمتاع بروعة هذه الكثبان الرملية القابعة في عمق البحيرة لتشكل في وسطها بحيرة جزيرة صغيرة تقل إلى عفو الله المرحوم الشياء أحمد والإبراهيم والحميم عن سن يناهز 84 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة تيتوس أيتواعبان كان قيد حياته أحد أفراد المقاومة وعضاء جيش التحرير وحد متقاعد أفراد القوات المسلحة الملكية تغمض الله الفقيد واسع رحمته واسكنه فسيح جنانه ولهم ذوي الصبع وصوان وإنه الله وإنه إليه رجع أما اللحظة فإلى الفقرة الخاصة بحوالي التقس والتوقعات غدا بحوالي إذا اتقبوا إن شاء الله هنتبقى الأجواء جد حارة بشرط المنطقة درجات الحرارة متوقعة غدا إن شاء الله سبع وعشورة من ربط باقي المناطق ستتباين درجات الحرارة وسيكون أعلى بأس بسبع وأربعين درجة وأذناها اثنان وعشرين بسيدي إفني ستة وعشرون بطنطان واحد وثلاثون بقليم ثلاثون بالعيون ثنان واربعون بصمارة وستة وعشرون مرتقبة ببوشدون بباقي المناطق ستة وعشرون بالداخل اثنان واربعون بأوسر وخمسة وعشرون متوقعة بالقوية أما عن حالة البحر وعلوم الموج على الساحة الأطلسية الجنوبية سيكون البحر قليل الهجان إلى هذا ستراح ما بين متر ونصف إلى ثلاثة أبطار شرقوا الشمس غدا على الساعة السابعة والربع والمعروب على الساعة الثامنة وستة واربعين دقيقة حالة التقص بعض العواصم والمدن المجاورة ثمانية وعشرون بنواكشوت ثمانية وعشرون كذلك منتظر بنواذيبو اثنان واربعون بأطار ستة واربعون بالزولات وكذلك ستة واربعون منتظر بيتين ولان إلى تذكير بأبرز عنوي النشط رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بباريس ويشارك ضمن قمة باريس حول الرياضة والتنمية المستدامة عبر ربو القديم الجنوبية تدشينات وأنشطة رسمية مخلدة لذكر الخامسة والعشرين ليعيد العرش المجل كذلك ضمن النشرة تابعنا غطاع الصيد البحري رافع حقيقية التنمية السوسيو اقتصادية بقليم بوجدو كما رصدنا من العيون الحفل الختامين المخيم الصيفي الذي نظمتهم مؤسسة حمد السادس للنهض بالأعمال الاجتماعية القيمين الدينيين نهاية النشرة الى اللقاء